يواصل البابا فرانسيس زيارته العراق وأهم أهدافها دعم بقاء المسيحيين الذين تناقصت أعدادهم في العقدين الأخيرين أغلبية سكان العراق مسلمون غير أن هناك طوائف مسيحية قديمة عديدة يتراوح عدد أفرادها حاليا بين 200 و300 ألف شخص بعد أن كان يقدر بنحو مليون ونصف المليون قبل الغزو الأمريكي في العام 2003 ثمت أربع عشرة طائفة مسيحية معترف بها رسميا في العراق وتعيش الغالبية منها في بغداد ومحافظة نينوى بالشمال وأقليم كردستان الكلدان أكثر طوائف عددا بين مسيحي العراق إذ يشكلون ما يصل إلى ثمانين بالمئة منهم والكنيسة الكلدانية هي كنيسة تنتمي للمذهب الشرقي للكاثوليكية لكنها تحتفظ بشعائرها وتقوصها يشكل السوريان حوالي عشرة بالمئة من المسيحيين العراقيين وأغلبهم من الكاثوليك وتضم بلدات قرقوش وبعشيقة وبرطلة في الشمال أكبر تجمع للسوريان في البلاد وتوجد في العراق إثنتان وثمانون كنيسة سوريانية يمثل الآشوريون حوالي خمسة بالمئة من مسيحي العراق وينحدر أغلبهم من إيران وتركيا وقد وصلوا إلى بلاد الرافضين خلال الحرب العالمية الأولى توجد في العراق إحدى وعشرون كنيسة أشورية منها سبعة عشرة في بغداد وحدها يشكل الأرمن حوالي ثلاثة بالمئة من المسيحيين العراقيين وتوجد تسع عشرة كنيسة أرمينية في البلاد ما بين أردوكسية وكاثوليكية كاثوليكية